موسيقى فيطر التعاون بين جمعية في جينيفي سويسرا تحنا في الشباب والمراهقين والتعاون مع جمعية الصم وأرض الأطفال في بسرقاو وفي أقادير أيضا الطلب مني في إعطاء ورشي كان لديهم برنامج غاية في الأهمية هو بالاستكشاف الثقافة المغاربية بشكل عام وكذلك الثقافة الأمازيغية في جهة سويس فأظن أنه وضعه للضيوف برنامج كان جيد ومتنوع في زيارة بعض الأماكن وكذلك حفل كان أمازيغي وألبسوهم زي الأمازيغي في بعض اللقطات الجميلة هذا أيضا لصناعات الذاكرة عند هؤلاء الأطفال والضيوف وحتى الأسعادة المرافقين لهم بعض دراية عن الخط العربي أحد أقربها وهو مهتم في الخط الصيني وفي الخط اللاتيني ومطلع بشكل بسيط على الخط العربي فأظن استوقفهم الموضوع أنا حاولت أقدمه بشكل بسيط جدا بعيد عن كل ما هو معقد فيما يخص النظام الهندسي للخط العربي أو اللغة الأدبية بالنسبة للغة العربية حاولت أقدمه على أنه هو حروف منسجمة أقرب للديكوغاتيف Alors moi j'ai calligraphié les noms de mes enfants les prénoms de mes enfants mon prénom, mon nom de famille et voilà, j'essaie, j'essaie puis ce n'est pas tout facile mais j'aime beaucoup المركز اللي كي يستقبل تقريبا هذي 11 أيام في إطار واحد شركة مع جمعيات آدمة بجونيف واللي جونا في إطار واحد العمل المشترك مع حلفية دي الفتيات اللي عندهم حالة صعبة وجول هنا واحد مشروع دي كذلك بشركة أهيل فضاء جديد في المركز وهو فضاء دي المطبخ طيلة هذي المدة هذي دي الان دي العشر أيام كانوا احت Branواف مجموعات الوارشات يعني sackady المستفيدات اللي جوا والأطر ديل هؤون كي يستبدو من الوارشت اللي عندنا في المركز كانت الوارشات tiếng Takha ورشات الخياطة ورشات الحلاقة استبدوا من الطبعة استبدو الأشغال اليدوية كذلك البستانة كذلك ذنازير المدينة وبعد المرافق كذلك المدينة وبعد المؤسسات اللي كانت احتجاب في نفس النطق حماية الطفولة دكور حماية الطفولة إنه؟ أسمي كتارينا اليوم نعرفت كما يزالزمين كم يتغلق الناسفر كان مديرا كان هناك جيدة نحن لديكم مديرا أعرفت رائع أجل الاشتراك فيها إنه جدا جدا كل جدد لديك رائع أعتقد أنه جيد جدا أعتقد أنه جيد جيلابا وكافتان ويوجد جيلابا ويوجد جيلابا ليس ليس جيدا ولكن أعتقد أنه جيد جيلابا بشكل عام كثير من الشباب في هذا العمر هم يحبون الرسم هناك اهتمام عند الأوليات لفهم هذا النظام الهندسي يعني البربورسيون وقسم يعني هو من البداية لكن تعتمد على اسلوب في تقديم المادة العلمية يجب أن يقدمها بشكل مشوق ومرغوب وهذا ممكن ينجح المحاضرة Pendant qu'on est là nous allons participer à plusieurs ateliers dont l'atelier de ce matin nous avons fait des petits travaux de jardinage de peinture et nous avons été très très bien accueillis alors je pense que les filles vont peut-être pouvoir s'exprimer mais ce qu'on a vu c'est beaucoup de chaleur humaine un grand sens de l'accueil beaucoup de générosité et ça ça les a ça les a beaucoup touchés nous aussi on est touchés profondément par par ce qu'on vit ici parce qu'on on a pu voir voilà on a pu voir ce sens-là de l'accueil c'est très important je pense que déjà je présenterai ce centre je trouve que c'est bien de montrer comment il est qu'ici aussi ils prennent en compte les sourds etc je montrerai aussi les routes parce que les routes elles ne sont pas du tout comme chez nous la plage mais bien aussi le palais municipal je ne sais plus comment c'était mais ça aussi je montrerai et voilà plusieurs petits trucs comment ça dans le l'autor il faut le on le le la la l'arbre L'arbre arbre l'arbre 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 il y c'est les les dans les les l'arbre 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 وبدءا من التخطيط وطيلة هذه المدة كان لديهم فرصة لتلقى مجموعة المستفيدات من خدمات المركز الاجتماعي هنا في أغرض بنسرقة كان كذلك حوار تبادل النقاش حول الظروف الاشتغالهم وعملهم ومن أفق الحياة المركز وفر جميل إمكانيات للراحة هذه الوفدة ومن أفقنا كثيرا من جربة مع المستوى الاشتغال معملا هذه الفئات وكذلك هم كانت لديهم فرصة يعرفوا كذلك الاشتغال النا وستراتيجية العمل مع هذه الفئات وكذلك الخدمات التي قدمها المركز للساكنة المدينة والساكنة الحي التي نعمل فيها Alors nous travaillons depuis Genève donc nous venons de Genève avec l'association des résidents marocains de Genève qui a fait un contact avec l'association Mains Blanches ici à Gadir qui a fait un contact avec ce centre de Sourmuet donc c'est comme ça qu'on a construit ce projet sur plusieurs mois voilà pourquoi à Gadir parce que c'est dans ce centre ici qu'on a pu nous avons décidé de financer un projet pour construire une cuisine en fait un atelier un atelier un atelier cuisine voilà la raison pour laquelle on est ici 12 jours à Gadir c'est la tête de Lyon ça veut dire quoi ça veut dire quelquefois on essaye de déplacer le réalisme à le surréalisme on change un petit peu par exemple c'est la terre d'Algin un autre style mais c'est la terre du Chirag ici c'est pas fini par exemple c'est une figure mais j'ai fait comme de noir ça donne un autre perspective d'impression c'est la même proportion de la terre j'ai changé les yeux les couleurs le fait comme c'est une technique de porte c'est un peu de caricature normalement qu'avant vous n'oubliez pas de vous abonner au filet en février et de vous abonner à la chaîne et de vous abonner à la chaîne et de vous abonner et de vous abonner à la chaîne et de vous abonner